غيلة النهاردة كان السيد سامح شكري وزير الخارجية متحدثاً أمام البرلمان ألقى بياناً رائعاً سامح شكري وزير الخارجية هذا الرجل الذي أشهد له بأنه من هؤلاء الوزراء الذين تولوا حقيبة الدبلوماسية المصرية وصل إلى مرتبة وصل إلى درجة من الثقة يعني ده وزير من الوزن الثقيل سامح شكري أنا شفته في أكثر من مناسبة خارج مصر وهو أول ما بيركب الطيارة يقعد يقرأ في الملفات لغاية ما يوصل للبلد بينزل المطار على اجتماعات أنا فاكر مرة كنا رحيين ألمانيا كنت في صحبة الوزير وصلنا في ركب الطيارة 3-4 ساعات يقرأ ملفات اللي بيذاكر لكنه بيذاكر نوصل إلى المطار في ألمانيا كان السفير المحترم بدر أبل عاطي كان سفير في ألمانيا في هذا الوقت استقبله في المطار عربية على اجتماعات في نفس يوم وصوله إلى ألمانيا أنا متخيل بقى إيه الوزير هيروح يريح ولسه بقى الأمور يعني بكرة يبدأ اجتماع وكذا والكلام ده لقيت الوزير طلعنا من المطار بعربيت الصفارة على اجتماعات كم اجتماع؟ 8 اجتماعات في نفس اليوم 8 لقاءات في نفس اليوم في ألمانيا في نفس اليوم لوصول 8 اجتماعات ثاني يوم حوالي 22 اجتماع في ظرف يومين ثاني يوم على النمسا نفس القصة 50 اجتماع في ظرف 3-4 ايام ورجع من الطيارة يقرأ نفس الكلام للزيارة اللي رايحها بعد كده في أفريقيا فانا اشهد به العمل الدقوب التركيز الدقة الوعي استشراف المستقبل النهاردة اتكلم على مجموعة ملفات بيهمه كل مواطن مصري كل مواطن مصري بيسأل نفسه أسئلة النهاردة نواب الشعب سأله أسئلة نيابة عن الشعب المصري لوزير خارجية اللي أجاب إجابات واضحة عن كل هذه الأسئلة ايه؟ تكلم على ملف صد النهر سأله صد النهر تتكلم بوضوح مصر نجح خلال السنوات الماضية في تحويل ونقل ملف صد النهضة من كونه ملفا ثلاثيا مصر وصد النهر إسيوبيا إقليميا إلى قضية دولية ولأول مرة في مجلس الأمن بيناقش قضية مجرمائي أو نهري في العالم في التاريخ أول مرة ده نتيجة نجاح الدبلوماسية المصرية في إيصال صوت مصر إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة اتكلم على أنه أسيوبيا متعنت وأثيوبيا بتراوض وأثيوبيا كلما قاربنا على الوصول إلى اتفاق بتقوم بعملية التراجع كما حالس على المصر الأمريكي تحدثت سيد سامح شكري عن سلوك أسيوبيا في موضوع سد النهضة تحدث عن نجاح الدبلوماسية المصرية والموقف المصري في مش عايز أقول تسويق القضية عالميا وإنما دل حصل بالفعل إحنا ماشيين لكن الوزير بيقول كلام مهم جدا بو النهر النيل ليس حكرا على أحد ولن تفرط مصر في حقوقها ولن تتهاون مع أي ضرر يمس مقدرات شعبها هذا كلام نهائي مش نقعد إلى مالة نهاية ننتظر المفاوضات ولن نقبل أن تأخذنا أسيوبيا في أماكن جانبية لمش نقبل لأن احنا نروح نقعد نضيع وقتنا في مفاوضات بلا طائل بيقول سامح شكري لم ولن يقع النهر رهينة لفرض السيطرة والهيمنة ولابد من اتفاق يحقق الخير لشعوب واد النيل مستقبل آمن للأجيال القادمة بيقول كمان سامح شكري في هذا الموضوع لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات في صد النهضة والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع ولابد من اتفاق عادي ده مين اللي بيقول السيد سامح شكري بيتكلم على سد النهضة تكلم أيضا وزير خارجية على العلاقات المصرية الأمريكية وقال هي علاقات استراتيجية وقال تعبير عجبني هي علاقات عابرة للأحزاب يعني العلاقة بين القاهرة واشنطن أعلى من الحزبية والأحزاب داخل الولايات المتحدة الأمريكية وقال إننا عندنا علاقات مع الحزب الديموقراطي وعلاقات مع الحزب الجمهوري وعلاقات مع القوات السياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقاتنا مع أمريكا وصفها وزيرك إجابة أنها علاقات استراتيجية غير ضيقة لا تقف عند رؤى حزبية فهي علاقات عابرة للحزبية بتعبير وزير الخارجية السيد سامح شكري اتكلم أيضا على العلاقات من الولايات المتحدة الأمريكية وقال في مصالح مشتركة بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الرغم من تعاقب الإدارات بين ديمقراطي وبين جمهوري وقال كمان تعمل وزارة الخارجية المصرية على تعزيز العلاقات بين مصر وأمريكا في جميع المجالات السياسية واقتصادية واجتماعية خاصة فيما يتعلق بالأمن والسلام والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط وكذلك محاربة الإرهاب وقال أن هناك أولويات للمشروعات التجارية والاستثمارية لتعزيز الشراكة ونتج عنه زيادة بنسبة 72-76% وزارة الإثمارات وبلغت مقدارها 22 مليار دولار ده متحدثا عن العلاقات المصرية الأمريكية وقال كمان سيد سامع شكري أن احنا بنتواصل مع الإدارة الأمريكية وإدارة بايدن ما فيش أي مشكلة على الإطلاق أو بيكلم بيقول علاقة استراتيجية على مدار أربع عقود تستهدف تحقيق مصالح كثيرة إقليميا ودوليا موضحا أنها تقوم على التعاون في كافة المجالات وأسس عدم التدخل في الشأن الداخلي والمصالح المشتركة وقال كمان أنه احنا بنتمنى التوفيق للإدارة الأمريكية الجديدة ولا يمكن إغفال العلاقات المتنوعة مع كافة دول العالم